اشتركوا في القناة التي بذلوها في التحصيل العلمية اخواني واخواتي طلبة مملكة البحرين احب اليوم اني اهني وبارك لكل طالب وطالبة جدوا واشتهدوا واصروا على مواصلة تعليمهم وثابروا خلال هذه الفترة الاستثنائية واثبتوا ان ما في شيء مستحيل ما مكانة الضروح وهذا العشم وهذه سموات البحرين شرف لي بين اشارككم اليوم من جازاتكم بعد السنوات من الدراسة والمثابرة من خلال الفصول المركزية الافتراضية وغيرها من الوسائل التعليمية غير التغليدية اللي اقرتها مملكة البحرين ونفذتها وزارة التربية والتعليم مشكورة نمر اليوم تحديات هريدة في تحولات في الحياة العلمية والعملية وهذا التخرج بالذات اللي عن بعد هو بديل في الوقت الراهن عن حفل التخرج التغليدي اللي نطرتوه طول عمركم تغريبا ولكن اليوم كل المجهود والعمل والالتزام وخصوصا في الظروف الحالية اثبتتوا انكم قد هذا الاختبار وما انقطعتوا عن الدراسة والتزمتوا بتأدية المطلوب وهذا يدل على اسراركم وعزيمتكم واستحقيتوا التخرج بكل جدارة هذه اللحظات نهاية لرحلة كانت مليئة بالتحديات والانجازات وبداية لرحلة جديدة وخطوة انتقالية مهمة لتحقيق طموحكم وهذه الانطلاقة لاتخاذ قراركم بما يناسب مهاراتكم لانضمام مستقبلا لفريق البحرين ان شاء الله وتكونون نموذج للشباب البحريني الطموح وسعيكم المستمر للانجاز شخصيا مع كل نهاية اجتازة ابدأ العمل بكل جد واجتهاد لخوط السباق التالي فسباقي دائما هو تحدي لنفسي اولا وكل مرحلة من الانجازات اللي اقوم بباب تحقيقها تساعدني في تحقيق الانجاز التالي المهم الف الف مبروك لكم النجاح والتخرج ومبروك لكل اب وام ولكل ولي امر كانوا خير معين لكم وكانوا الدافع والمحفز لكم على استمراركم وكل الشكر والتقدير لجميع العاملين في الميدان التعليمي على كل ما بذلوه من جد وعمل متواصل والله يوفق الجميع ان شاء الله دامنا احنا تحت راية سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الله يطوله بعمره ويحفظه امورنا ان شاء الله انها تكونوا بخير وانتو هذا ان شاء الله العام عام سعيد وانتو من ضمن عام فريد من نوعه وانتو ان شاء الله انكم تكونوا فريدين من نوعكم الله يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة